الفنان حمدي حافظ يعتبر واحدا من الوجوه الشابة التي أثرت بشكل كبير على الجمهور في بداية السبعينيات حقق شهرة كبيرة من خلال أدواره الشبابية التي تناولت قضايا ومشاكل وتطلعات الشباب في تلك الفترة الزمنية دور عفة الذي جسده في مسلسل ليالي الحلمية بجزئه الثاني والذي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ وكتبه أسامة أنور عكاشا كان أحد أبرز الأدوار في حياته الفنية في هذا المسلسل جسد شخصية الشاب الانتهازي الذي تزوج نازك السلحدار والتي قامت بتشتيدها الفنانة صفية العمري بالإضافة إلى مسيرته الفنية كممثل قام حمدي حافظ بالانتقال أيضا إلى صناعة السينما حيث أنتج ثلاثة أفلام سينمائية ثم في وقت لاحق قرر التفرغ للمسلسلات الدينية وبفضل إسهاماته الفنية المتنوعة يعتبر واحدا من نجوم السبعينيات الذين تألقوا بأدوار الشباب المراهق وأساهموا في الثقافة الفنية المصرية في هذا الفيديو من قناة قصة حياة نستعرض وإياكم المعلومات والمحطات الفنية والشخصية في حياة الفنان حمدي حافظ ولد نجمنا في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في الثلاثين من نوفمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين واسمه الكامل حمدي محمد عبد الحافظ حصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام الف وتسعمائة وخمس وسبعين وخلال دراسته لفت انتباه المخرج نيازي مصطفى بشكل خاص عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين عندما شاهده في إحدى المسرحيات التي شارك فيها وهو طالب وكانت تحمل عنوان شمشون ودليلة نيازي مصطفى قرر ترشيحه للمشاركة في فيلم شلة المراهقين الذي جمعه مع الفنان نور الشريف وهذا كان أول فيلم له بعد ذلك تلقى العديد من الأدوار المميزة حتى اشتهر وغدا من أبرز نجوم الفن في السبعينيات انتقل إلى مجال الانتاج السينمائي بنجاح لينتج العديد من الأفلام لكنه في نهاية المطاف تعرض لخسائر مادية كبيرة بعد انتاج فيلمه الثالث مما طره لاتخاذ قرار بالتوقف عن الانتاج وفي التسعينيات اتجه إلى الأعمال الدينية ليشارك في مسلسل تاريخي ديني بعنوان عمر بن عبد العزيز عام خمس وتسعين وبعده اعتزل الفن نهائيا وقد دخل هذا القرار في خطى فنانين آخرين مثل فريد شوقي وأنور وجدي الذين انتقلوا من مجال التمثيل إلى مجال الانتاج قرر الفنان حمدي حافظ اعتزال مجال الفن واختفى عن الأضواء بسبب تحوله نحو الالتزام الديني وفي تصريحات صحفية سابقة أشار إلى أن هذا القرار بدأ يتشكل لديه عندما شارك في عمل فني مع الفنان شكري سرحان وأصر هذا الأخير على دعوته لآداء الصلاة في البداية قبل حمدي هذه الدعوة تحت ضغط وتوتر لأنه لم يكن يصلي ولكن تدريجيا بدأ يشعر بتأنيب الضمير عندما يتجاهل الصلاة وشعر بأنه يستعيد سلامه الداخلي فقط من خلال آدائها بالتوازي مع هذه التجربة بدأ نجمنا يزور منزل الشيخ عبد الحميد كوشوك ويتعلم من دروسه ومواعظه وكان الشيخ يهتم بتوجيهه وتعزيز العلاقة بينهما كان معجبا ببعض أعماله وأكد له أن الفن ليس حراما ما لم يستخدم كوسيلة لارتكاب المحرمات شعر حمدي بالانزعاج تجاه المشاهد التي تخالف الأخلاق في أعماله الفنية التي شارك فيها وبالتالي قرر التحول نحو الأعمال الدينية وفي أحدث أعماله شعر بعدم الارتياح في بيئة العمل الفنية وبعدم تقبل زملائه لالتزامه ونصائحه بالابتعاد عن المشاهد المثيرة مما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال والابتعاد عن هذه الأجواء نهائيا فيما يتعلق بحياته الشخصية تزوج حمدي حافظ في البداية من الفنانة هدى رمزي بعد أن قام بالعمل معا في بعض الأعمال والمسلسلات وبمرور وقت قليل انتهى هذا الزواج بالانفصال ثم تزوج حمدي حافظ للمرة الثانية من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها أبناء ولا تزال هذه الزيجة مستمرة حتى يومنا هذا يحتفظ حمدي حافظ بعلاقة وثيقة مع المملكة العربية السعودية ويزورها بشكل متكرر منذ أكثر من ثلاثين سنة يعبر عن شوقه المستمر لها ويتحدث عن صداقاته العديدة مع سكانها الطيبين شارك نجمنا في مجموعة من المسلسلات والأعمال الفنية على مدى مسيرته الفنية في مجال الدراما أظهرت أعماله تنوعا كبيرا إذ شملت مسلسلات مثل الوسية ليالي الحلمية عمر بن عبد العزيز السمان والخريف الجلاد والحب وغيرها كثير في مجال السينما شارك في عدة أفلام مثل دخان بلا نار مدرسة المراهقين المنحرفون أين تخبئون الشمس سيقان في الوحل ومضى قطار العمر شلة المراهقين وغيرها من الأفلام كما قدم حافظ أيضا عروضا مسرحية وعلى الرغم من أنها كانت عبارة عن مسرحيات تلفزيونية قصيرة للتصوير خلال يوم واحد إلا أنه أدى دورا في ثلاث مسرحيات بتونس تم إخراجها من قبل السيد راضي بالإضافة إلى مشاركته في مسرحية الزوبعة مع الفنان أمينا رزق في عام 2020 أعلن الفنان حمد حافظ عزمه على العودة إلى الفن بعد اعتزال دام 26 عاما أعرب عن رغبته في استكشاف ذاته من جديد خصوصا أنه في مرحلة عمرية مختلفة الآن وقد تحدث عن الأسباب التي تجعل الممثلين يبتعدون عن التمثيل سواء كانت أسبابا شخصية تعود للممثل نفسه أو حاجة مالية أو حتى عشق للتمثيل كما وجه حمد حافظ نصيحة للفنان يوسف الشريف حول تجنب ملامسة النساء في أعماله الفنية مشيرا إلى أن هناك بعض المشاهد لا يمكن الاستغناء عنها نظرا للطبيعة البشرية مثل مشهد التحية باليد وأنه يجب أن يكون هناك توازن بين تجنب السلوكيات غير اللائقة وبين التمثيل بشكل طبيعي وواقعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر